اشتركوا في القناة بإذن الله سوف تكون منافسات سن الجذاع والمسافة هي 6 كم هناك في ميدان البصير نتابع هذه الانطلاقات نتابع اندفاعات هذه الأشواط هناك المركز الأول ومقدمة هذا الشوط هناك الشكلة لمحمد بن خليفة بن محمد العلي المعاضيد على المركز الأول بينما النقل على المركز الثاني هنا سيادة لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري وهذا شعار مهاجر اللي انتزع معنا الشوط السادس أيضا هناك المركز أيضا التغيير في هذه اللحظات من اللي غيرت على مقدمة الشوط هناك نتابع أيضا فريحة لخليفة بن محمد بن حمد البريس مع فريحة هنا في هذه اللحظات ولكن نرى التغيير أيضا في هذه اللحظات هنا تغيير وتبديل مراكز أيضا تبديل مراكز في هذه اللحظات نتابع هناك العنود لسعيد بن عبدالهادي بن علي الشهواني غيرت من الجانب الأيمن في هذه اللحظات بينما المركز الثاني هنا فريحة على المركز الثاني لخليفة بن محمد البريس المري والمركز الثالث نتابع هناك قدوم من السعيدية لمحمد بن علي بن احمد المعاضيين المركز الرابع هنا أول ندى لرعبوبة لخالد بن صالح بن حمد أو القمرة هنا في هذه اللحظات متواجد بانطلاقها على المركز الثاني الآن في هذه اللحظات مع رعبوبة خالد بن صالح بن حمد القمرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات أو غير على المركز الثاني وإلى مقدمة الشوط بينما المركز الثالث هنا سيادة لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثالث المركز الرابع منتصلنا هنا على المركز الرابع وفي هذه اللحظات هنا قدوم جديد من اللي وصلتنا غادير علي بن بخيت بن عويضة بن اهلال العذبة مع المركز الرابع والمركز الخامس هنا الذيبة لأحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي على المركز الخامس في هذه اللحظات هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى بهذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات نتابع هنا انطلاقة المقدمة والصدارة بهذا الاندفاع هناك مع رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة النابت هناك في هذه اللحظات وبقيادة سعود بن شنان هنا من يقودها بعملية التضمير وفي المركز الأول في هذه اللحظات هنا بهذا الاندفاع في مقدمة شوط وهذا الاندفاع هنا أيضا يا سلام بهذا الانطلاق نتابع هنا اندفاع رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة مع المركز الأول ومع رعبوبة 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 يا سلام يا سلام بهذا الانطلاق هنا في هذه اللحظات نتابع رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة مع المركز الأول ومع مقدمة شوط ومع هذا الانطلاق أيضا شعار نهاب وشعار العديد والعديد من الهجن المشاركة هناك بقيادة بن شنان مع المركز الأول المركز الثاني نتابع هناك سيادة لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثاني بهذا الانطلاق بينما المركز الثالث قدوم معذيبا لأحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي على المركز الثالث المركز الرابع شعار اللورد في هذه اللحظات هناك نتابع روعة عبدالله بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الرابع المركز الخامس هنا قدوم جديد أيضا من أفريحة لخليفة بن محمد بن حلفان المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات تابعنا وإياكم هذا الانطلاق ونعود إلى رعبوبة نعود إلى رعبوبة اللي في مقدمة الشوط يا سلام يا سلام يا سلام يا بن قمرة يا سلام مع انطلاقة رعبوبة على المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط نتابعها ونتابع انطلاقتها هنا في المركز الأول وفي هذا الاندفاع الجميل مع أيضا رعبوبة اللي أيضا تقدم العرض الممتاز على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط هنا رعبو بلي خالد بن حمد بن صالح القمرة مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط هنا في هذه اللحظات بينما أرى شعار اللورد قادم في هذه اللحظات مع المركز الثاني هنا روعى عبدالله بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الثاني المركز الثالث سيادة سالم بن راشد بن دوح المري مع المركز الثالث هناك أيضا شعار النعيمي قادم هناك الذيبة لأحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي وشوط الختام شوط الختام ومسكة ختام عند الليبيت نومس هنا في هذه اللحظات هناك أيضا انطلاق جديد من بروق حفيظ بن ناصر بن سالم الحفيظ النابت مع المركز الخامس وغيرت إلى المركز الرابع في هذه اللحظات ولكن هنا المقدمة والتغيير يا سلام من روعة عبدالله بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط ولكن التغيير أيضا جديد من سيادة يا سلام يا هذا الشوط أيضا تبديل مراكز تبديل مراكز شوفوا 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 سيادة الأولة الحين غيرت غيرت بروق غيرت بروق على مقدمة الشوط يا سلام عليك يا ابن حفيظ يا سلام عليك يا ابن حفيظ غير على مقدمة الشوط هذا الشعار اللي حمل العديد والعديد من الأسماء القوية والأسماء الرئيسية يا السلام بهذا الاندفاع وانطلاقة بروق 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 يا السلام يا بروق انطلقت إلى مقدمة شوط أيضا بانطلاقة الكبار انطلاقة قوية ولكن ابن دوحة ابن دوحة راعم هاجر متواجد في هذه اللحظات هناك سالم بن راجد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثاني ويشكل الخطورة يا ابن حفيظ يشكل الخطورة ابن دوحة ابن دوحة يشكل الخطورة المركز الثالث أيضا بعيد عنا كل البعد ولكننا أيضا بنحصر النداء على الثنين اللي على المركز الأول والثاني الله يا ابن حفيظ الله يراعي بروق الله يراعي بروق 800 متر على النهاية 800 متر مع بروق على مقدمة شوط لحفيظ بن ناصر بن سالم الحفيظ المري مع المركز الأول ولكني أرى هنا شيء خطير سيادة سيادة قادمة سيادة قادمة على المركز الثاني سالم بن راشد بن سالم الدوحة المر مع المركز الثاني وسلم يا سلام ولكن أبروك 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 على المقدمة أبروك على المركز الأول خمسمية متر على النهاية خمسمية متر على الفوز وأبروك على مقدمة الشوط بانطلاقتها هنا مع المركز الأول الله يبروك الله الله يبروك هنا مع مقدمة الشوط بينما سيادة على المركز الثاني تحاول محاولاتها الأخيرة هنا مع سالم بن راشد بن دوحة ولكن الله يا ابن حفيظ سلام يا ابن حفيظ سلام سلام يا راعي بروق سلام بانطلاقة قوية اندفاعة جميلة مع ابن حفيظ هنا من قادة إلى خط النهاية تشاهدون بروق وهي أيضا ترسل وتهدي هذا السلام إلى عزبة حفيظ بن ناصر بن سالم الحفيظ تهانين يا ابن حفيظ على هذا الفوز ترجمة نانسي قنقر